صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم لبدي على أعدائكم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين يا رحمة الله الواسع ويا باب نجاة الأمة مخاب سيدي من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم يا ليتنا نجركوا مهديكم فنفوز فوزا عظيم أي طيب عيشي أمتقى الرجفوني والدهر صيرني أي حليف شجوني لم أنع نفسي لا ولا أهلي ولا صحبي ولا ما كان تحت يميني لمن تنعى يا شاعر لكنني أنعى بن المختار إذ أضحى وهم غرضي لنبلي منوني نفسي فقضى يا علي المرتضى في ورده ضلما ضلما بحد مهندين يتنب مسنوني وقضايا يمين مكسرة العظايا لعفاطم يا من هو كتن بالضرب فايا قمتها وقضى الزكي المجتبى بالسممين ملعونة وقضى الزكي المجتبى بالسممين ملعونة عن أمر شر العيني وقضى الحسين في كربلاء بعصبة يا تركوا بلا خسل ولا تكفييني يا أخويا 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 كل من يتريد يموت تحضر كلها الأيم يهيلون الدموع عليها ويموت بحضنهم هل عاد عليها الناس بس حسين أبليم ما تبه يا عدواني أو من عده يا الدمي يا يعمى يا نثور أخويا أبو علي مني يموت يلتمون كله لو عماها مع لي هذا يقبل أبن حراء وذاك يطيح ويشن بي هذا البيت يجرح القلب والفعاد يا لله عذرا منك سيدي يا صاحب الأمر يا بابا السحسيان أبو اليمة يا إجاه الشمي يا إيرير في اسبي وزيان بتنظر الحالة ومن عدها يلقى الوب مفطور يا خيب خل خوي حسين ساعة أضل الله وميد للمتبعة ما هو شمامة الحلوة طبعة يا إيه يدخل براحة روح حسين يا إيه يأي يا إيه يأي أنت يضهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا حق آل محمد وشيعتهم أن يمنقلبي ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا ومقتدانا وإمامنا أبو جعفر الباقر عليه السلام يا جابر إنا أهل بيت لا يقاس بنا أحد فمن قاس بنا أحدا من البشر فقد كفر يا جابر بنا أنقذكم الله وبنا هداكم لأجل تعجير فرج المولى صاحب العصر والزمان وشمولنا هذه الساعة بخفي ألطافه وتوجهاته وعناياته عطر المجلس بذكر محمد وآل محمد اشترك في الوصول اشترك في الأمر وكانت الأخيرة مجموعة من الشعارات التي هي في الواقع تؤثر تأثيراً سلبياً على عقيدتنا وتخالف الخطوط العريضة لمذهبنا هذه الخطوط التي وضعها لنا القرآن الكريم وبينها لنا أهل البيت عليهم السلام فصار حري بنا أن نقتدي بأهل البيت وأن لا نخالفهم في قول أو فأ هذه الشعارات تارة تطلق لغاية سياسية مرة تطلق لغاية مادية أو حزبية أو ما شاكل من هذه الشعارات مثلاً فلان حسين العصر وفلان عباس العصر وفلان زينب العصر وفلان فاطمة العصر الإنسان إخواني وحديثي للشيعة دون غيرهم باعتبار أنه إحنا محسوبين على ملاك أهل البيت عليهم السلام الإنسان المؤمن أحبابي الشيعي الموالي الحقيقي والذي يقرأ أهل البيت عليهم السلام مو يقرأ عن أهل البيت يقرأ أهل البيت يعني يحفظ أهل البيت يهتم بعقيدة أهل البيت عليهم السلام يحاول قدر الإمكان أن يتقرب من أهل البيت عليهم السلام وأن لا يبتعد عنهم لأن الإنسان كلما ابتعد عن أهل البيت عليهم السلام ابتعد عن الله عز وجل وإذا ابتعد عن الله ظل عن الطريق ومن يظل عن الطريق تكون عاقبته سيئة والعياذ بالله لأن النجاة كل النجاة والفوز كل الفوز بمحمد وآل محمد هس ممكن هؤلاء بعضهم ما عند غاية ما يعرف جاهل بالموضوع نحن بالتالي نحمل هؤلاء محمل حسن لا نتهمهم بعقيدتهم وإنما نحملهم محمل حسن نقول السابع بعضهم مغرر بهم مثلا أو أن بعضهم جاهل بالحكم ميدري أو بعضهم مثلا حشر مع الناس عيد شاف البعض هالشكل يقول هو أيضاً وياهم ما يدري شنو الموضوع لكن هذا احنا اخواني من واجبنا أن نعرف الناس عقيدتها ونعرف الناس عن مذهبها ممكن واحد يقول هذه السفاسف ما الهدايا نحن نكبر الموضوع ونعطيها فدهالة ونتحدث عنها على المنابر وعبر الفضائيات لكن الجواب اخواني هو مو صحح نسكت عن كل صغير أو كبير لأن احيانا الصغير يؤدي إلى الكبير إذا أنا راح أسكت وانت راح تسكت وذاك المقدم في البرنامج الفلاني أو الفضائية الفلانية يسكت ممكن هذه كما يعبر عنها آباء نزوب عفي فنجان تأخذ لها وقت وتروح لكن هذه قطعا لها تأثير وتأثيرها سلبي للغاية بالتالي إن لم يتم معالجة هذا الأمر راح يكون تأثيرها سلبي ممكن باشر ابني يحمل هذا الفكر وأنا ما أدري ليش لأن أنا سكتت ما دافعت ما بينت وأنت ممكن ابنك أو حفيدك يتأثر بهذه التأثيرات السلبية وإذا يتضح بعد ذلك أنه ضعيف العقيدة ضعيف الإيمان بأهل البيت إخواني إذا صار البناء أنه أنا كل واحد يسوي لي فدموقف معين أسمي حسين العصر وكل وحدة تطلع السولف بالتلفزيون وتدافع عن القرية الفلانية الدولة الفلانية المنطقة الفلانية أقول هاي زين بالعصر راح يصرون وهو يعدنا حسين وهو يعدنا عباس وهذا قياس باطل أئمتنا عليهم السلام أحبابي بينوا إن هذا الموضوع الإمام الباقر طبعا في حديث طويل مع جابر ابن عبد الله الأنصار رضوان الله تعالى عليه يرويه العلام المجلسي على الله مقامه في البحار يقول يا جابر إننا أهل بيت لا يقاس بنا أحد لا تظلون تتخبطون يوميا جايبين لقائد يوميا جايبين لسياس يوميا جايبين لمرة سليطة اللسان وتصافح الرجال وتقول لي هاي زينب العصر وصار فعل وجهها آلاف الدنانير حتى تعدل وجهها بالمكياج والعمليات وتقول لي هاي زينب العصر أي لغة هذا قلة أدب مع أهل البيت زينب روح يفداها لا يقاس بها أحد زينب عليها السلام لا يشبه ها أحد ممكن القول أنه القائد الفلاني مثلا نهجه نهج الحسين مثلا أو أنه جاهد كما جاهد الحسين مثلا ممكن فالسوى حتى هذا أحيانا ما مسموح به لكن أنت تجد تقول لهذا حسين العصر وذاك عباس العصر معناها أنت ما خليت عندك مبدأ لهذا يخالف القيم يخالف الثوابت إنا أهل بيت لا يقاس بنا أحد فمن قاس بنا أحدا من البشر فقد كفر إمام معصوم إخواني مفترض الطاعة يقول أنت إخوان إذا تردون تقيسون بنا يجي واحد يظل أول يقول لا مهم ذول لما يقول حسين العصر مو قصد أنه هذا مثل الحسين شنو قصد أدري شنو أفهم من هذا الكلام مثلا أنت من تجيب لي واحد ناصبي ينصب العداء لأهل البيت عليهم السلام لأن ضرب لصاروخ على مدر كذا تجي تقول لي هذا حسين العصر هذا خلاف في العقل والمنطق وهذا مما لا نسمح به ولا نجامل عليه شاء من شاء وأبى من أبى هذه عقيدتي اللي يريد يتناطح ويعقيدتي أوقف ضده كائن من يكون وأقف بوجهه ما أسمح لك يطلع واحد آخر مثلا ما احترام لهم طبعا ذول على كل حال محترمين بالواقع أنا ما أكل لهم إلا التقدير والإحترام بداخل وقلت احتمال ذول مغرر بهم ما يدرون ما واعين ما مفتهمين القضية عدل يطلع واحد يقول يصف ما يجري مثلا في غزة الآن بقضية الزهراء وكسر ضلع الزهراء وبالمحسن سلام الله عليه ما أدري عجيب يعني هذا الشاعر على كل حال أسأل الله أني وفق واقعا لكن هو أخطأ هذا ينبغي أن ينبه مو معصوم بالتالي الشاعر مو معصوم أحبابي والرادود أيضا ما معصوم العصمة لأهلها فنحن واجبنا أن ننبه هؤلاء نقولهم يا وترت غلطانين قضية مو الشكل على كيف كيف على كيف إمامنا الباقر يبين هذا المعنى لجابر يقول يا جابر إننا أهل بيت لا يقاس بنا أحد فمن قاس بنا أحدا من البشر فقد كفر الإمام الصادق عليه السلام يقول لسفيان يقول يا سفيان إياكم والرئاسة فما طلبها أحد إلا هلك قال إذن هلكنا جميعا يا ابن رسول الله كل احنا نحب واحد يقصدنا ويلقبنا ويسمينا مو الخطيب الكبير والشاعر الكبير والرادول الكبير وما أدري الحج الكبير وإلى آخره أشكال الناس كل شي تسمي العلامة الكذل ما أدري كذل مفكر المحقق وهو مفكر ومحقق القرآن ما يعرف إقراء عدل المهم قال ليس كما تذهب يا سفيان قال لشلون يا ابن رسول الله قال لأن تنصبون شخص دون الحجة فتطيعونه في كل شيء وتسمعون له وتدعون الناس إلى طاعته يعني يعني تجيبوا لكم واحد تخلون إمام عليكم وتنطون صفات الإمام وامتيازات الإمام وعلامات الإمام المعصوم وتطيعونه في كل شيء إياكم ما الرئاسة فما طلبها أحد إلا هلك إخواني علماء كبار من علماء المذهب قدموا الغالي والنفيس وضحوا بكل شيء وقدموا أنفسا زكية ودماء طاهرة لأجل الحفاظ على هذا الدين وهذا المذهب والحفاظ على بيضة التشيع والدفاع عن الشيعة في العالم وهو لما يكتب كتاب يكتب عليه الفقير إلى الله أو يكتب اسمه فلان فلان فلاني ما يكتب آية الله العظمى أو غير ذلك وإن كتب هو استحقاقه علماء كبار أحبابي ما يقبلون تقول علي حسين العصر وعباس العصر وهو عالم عظيم أفنى كل عمره في سبيل الدفاع عن الدين والمذهب واحد من علماء أنا قال له لسيدنا منين هذه التسميات آية الله العظمى قال ما هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إخواني هذا يحتاج لورع هذا يحتاج لدين بعكس واحد يطلع يكتب المجدد المحقق الباحث الدكتور المتفلسف الكذا فلان الفلان فالسبعين لقب يعطي لنفسه هذه لا تسمن ولا تغني من جوع اللي يرفعك يا سيد الكريم هو عملك الصالح والإيمان بمحمد وآل محمد خدمة أهل البيت هي اللي ترفع الإنسان إخواني في الدنيا والآخرة اللهم اجعلني عندك وجيها بيمن بالحسين وين في الدنيا والآخرة الوجاهة لا بالمال لا بالمنصب لا بالألقاب والمسميات الوجاهة بالحسين روحي فدا ثم من هذا سعيد الحظ اللي يوصل إلى هذا المقام العظيم الذي أعطاه الله تبارك وتعالى لأهل البيت عليهم السلام هذه المقامات اللي الله عز وجل لم يعطيها لنبي ولا رسول أبدا مقامات عظيمة وصل إليها أهل البيت عليهم السلام لم يصل إليها أحد وأذكر لكم مقاما واحدا حتى لا يدركنا الوقت وهو المقام النوراني لأهل البيت متى خلق الله تبارك وتعالى نور أهل البيت عليهم السلام خلقه قبل الخالق خلقه بعد الخالق خلقه بعد خلق الأنبياء والمرسلين اليوم إخواني لما نقعد للروايات هذه الإشكالات تنحل عندنا روايات أهل البيت بين أيدينا وتحت المتناول خل نراجع كلام أهل البيت حتى نعرف عقيدتنا نفهم عقيدتنا فهما جيدا النبي صلى الله عليه وآله يقول يا جابر إن أول نور خلقه الله عز وجل هو نور نبيكم محمد أول نور في عالم الوجود والإمكان يخلقه الله عز وجل هو نور النبي صلى الله وآله الإمام الصادق عليه السلام يقول لسفيان الثوري يا سفيان إن الله تبارك وتعالى خلق نور محمد وآل محمد قبل أن يخلق السماوات والأرض والجبال واللوح والقلم والكرسي والعرش والجنة والنار وأذكر لكم بعض الروايات حتى نشنف أسماعنا ونطهر قلوبنا بذكر أهل البيت عليهم السلام الرواية عن جابر بن عبد الله العنصار عن النبي صلى الله عليه وآله في تفسير قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال النبي صلى الله عليه وآله يا جابر إن أول ما خلق الله نوري منياً هذا النور نور النبي منياً افتدعه من نوره جل جلاله واشتقه من خلال عظمته فأقبل يطوف هذا نور النبي صلى الله عليه وآله فأقبل يطوف بالقدرة حتى وصل إلى جلال العظم ليس فقط إلى العظم بل إلى جلال العظم في ثمانين ألف سنة ثم سجد لله تعظيما فتفتق منه نور علي فكان نوري محيطاً بالعظم ونور علي محيطاً بالقدرة ثم خلق العرش لاحظ أول نور خلقه الله نور النبي اشتقه من نوره ثم اشتق من نور النبي نور علي ثم بعد ذلك خلق العرش واللوح والشمس والقمر والنجوم وضوء النهار وضوء الأبصار والعقل والمعرفة وأبصار العباد وأسماعهم وقلوبهم من نوري هذه كله الخلق منين الخلاق من نور النبي صلى الله عليه وآله ونوري مشتق من نوره فنحن الأولون ونحن الآخرون ونحن السابقون ونحن الشافعون ونحن كلمة الله ونحن خاصة الله ونحن أحباء الله ونحن وجه الله ونحن 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 فنحن لما نقرأ إخواني هذه الروايات بعد إذا عدنا غشاوة هذا تروح بعد آن ما أتجرأ وأجو أقول فلان حسين وفلان عباس وفلان زينب هذا شيء بيّن إخواني الله عز وجل يخلق نور النبي صلى الله عليه وآله من نوره ثم يخلق نور علي من نور محمد صلى الله عليه وآله قبل أن يخلق الخلق وقبل أن يخلق السماء والأرض والنجوم والعارش والكرسي واللوح والقلم والجنة والنار أبو حمزة الثمالي يقول دخلت حباب الوالبية على الإمام الباقر عليه السلام فقالت أخبرني أي شيء كنتم في الأضلة قال عليه السلام كنا نورا بين يدي الله قبل خلق الخلق فلما خلق فلما خلق الله الخلق سبّحنا فسبّحوا وهلّلنا فهلّلوا وكبّرنا فكبّروا وذلك قوله تعالى وَأَنْ لَوْ استَقَامُوا على الطريقة لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقَا الإمام فسّر هذه الآية الإمام الباقر يقول ومعناه أنِ لَوْ استَقَامُوا على حُبّ عَلِيٍّ كُنَّا وَضَعْنَا أَضِلَّتَهُمْ في الماء وهو ماء الحياة وماء الحياة ولايتنا أهل البيت النور ثم الأضل الآن إجت الحجو الإمام الصادق عليه السلام يقول إن الله خلق نور نبيه محمد قبل خلق المخلوقات كلها ما هو وقت؟ متى؟ بأربعمائة ألف سنة وخلق منه اثني عشر حجاباً وهم نحن آل محمد ما حدثنا الآن؟ صار عندنا يا سيد الكريم الله خلق نور النبي صلى الله عليه وآله قبل أن يخلق القالق بأربعمائة ألف سنة هذا واحد اثنياً خلق نور علي من نور محمد صلى الله عليه وآله حياكم الله سيدك صلى على محمد وآل محمد وخلق نور أهل البيت عليهم السلام من نور محمد وعلي تعال معي إلى القرآن الكريم الله نور السماوات والأرض الإمام الباقر عليه السلام يقول وهو كذلك جل جلاله الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهد الله لنوره من يشاء والله 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 حساً واحد لما يريد يقرأ الآية بظاهرها يفهم أن هذه الآية كلها مشكات المشكات في زجاجة مصباح كوكب در إلى آخره يقول المقصود به نور الله عز وجل طيب ماكوش كان باعتبار أن الآية اش قالت بالبداية الله نور السماوات والأرض ذكرنا في الرواية الآن نفة الذكر قول إمامنا أو قول النبي صلى الله عليه وآله اش قال لجابر قال لالله عز وجل خلق نور من وين من نوره تمام الله عز وجل اشتق نور محمد من نوره ونور علي من نور محمد ونور آل محمد من نور محمد ونور محمد من نور محمد من نوره إمامنا الصادق عليه السلام يفسر لنا هذه الآية القرآنية الكريمة يقول المشكات فاطمة فيها مصباح الحسن المصباح في زجاج الحسين كأنها كوكب دري أمير المؤمنين يوقد من شجرة مباركة إبراهيم الخليل لا شرقية ولا غربية لا يهودية ولا نصرانية يكاد زيتها يضي علم الإمام نور على نور إمام بعد إمام يهدي الله لنوره من يشاء ولاية محمد وآل محمد ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكنا أنواراً بعرشه محدقين حتى من الله بنا عليكم فأخرجنا إلى عالمكم هذا هذا النور إخواني اللي هو مو نور مادي إذا البعض يعتقد أنه هذا النور مادي النور المادي له فترة من الفترات ينتهي الآن أنت تجيب لك قلوب تخليه في حسينية في بيت هذا افرض بي سنة سنتين بعد ذلك ينتهي يخلص مفعوله لازم تبدله نور أهل البيت عليهم السلام هو ليس نوراً مادياً وإنما هو نور معنوي هذا النور مأخوذ من نور الله عز وجل ولذلك هو شنو دائم ما دام أهل البيت عليهم السلام وحتى بعد موتهم أو بعد استشهادهم بأبيه وأمه يبقى نورهم مستمر لا يمكن انقطاعه ولا يمكن نفاذه ولا يمكن إخماده ولذلك بعض الصحابة إخواني والمقربين من أهل البيت عليهم السلام كانوا يرون هذا النور بعض الناس لم يروا هذا النور ليش لأن ذول مولانا على قلوبهم غشاوة فيحتاج إنسان مؤمن يعتقد بأهل البيت عليهم السلام اعتقاداً تاماً اعتقاداً يقينياً حتى يرى هذا النور وإلا الناس بالظاهر قالوا قالوا هذا النبي يأكل ويمشي في الأسواق يعني عادي بشر مثل صحيح القرآن أيضاً يقول قل إنما أنا بشر مثلكم الفرق وين يوحى إليه هذا الوحي ممكن أن ينزل عليه وعليك؟ لا ما ممكن فإذن النبي عند بعض المؤهلات يتمتع ببعض اللياقات التي خلت الوحي ينزل عليه هذه اللياقات ما موجودة عند غيره صلى الله عليه وعليك ولذلك يا سيد الكريم تقول المرأة كنا نخيط في الليلة الظلماء بنور وجه فاطمة عجيب عجيب نور وجه فاطمة روحي فداها فأي نور هذا وأي عظمة هذا عند مولاتنا فاطمة روحي فداها التي كانت تصلي في محرابها فتزهر هذا مولانا النور في عبادة فاطمة هذا النور يزهر لأهل السماوات وأهل الأرض لهذا سميت بالزهراء بأبيه وأمه صلوات ربي وسلامه عليها اقترض أمير المؤمنين عليه السلام مالا من يهودي صار وقت السداد أمير المؤمنين ما عنده يقدر علي لو ما يقدر يدبر الفلوس يقدر بمعجزة سهلة جدا لكن الإمام يريد يبين للناس آية من آيات الله يريد يبين عظمة فاطمة وقدسية فاطمة وأهمية فاطمة أخذ ملاءة فاطمة أعطاها لهذا اليهودي كرهينة أخذها اليهودي وضعها في حجر من حجر داره نص الليل قعد الزوج تري قضاء حاجة فرأت نورا عظيما ينبعث من تلك الحجرة جاءت لحجرتها فتحت الباب وإذا بهذا النور ينبعث من ملاءة فاطمة هذا راحت قعدت زوجها إجا زوجها شاف هذا النور من عباية يخرج منها نور هذا شيء عجيب مولانا وقد دخل الإسلام أكثر من أربعين بيت يهودي ذاك اليوم ببركة عباءة فاطمة فمن هي فاطمة يا ترى؟ هل يمكننا معرفة فاطمة؟ اليوم لو جلس الخلق جميعاً وتحدثوا بفاطمة يمكن أن يحصون شيء قليل من فاطمة بل يرون أنفسهم أمام بحر متلاطم الأمواج كلما اغترفوا منه غرفة زادة ولم ينقص وإذا أردنا أن ننصف فاطمة إخواني إذا أردنا أن ننصفها فهي سر من أسرار الله خلص وحقكم فاطمة سر من أسرار الله ما في واحد في عالم الوجود والإمكان يعرف عظمة فاطمة إلا محمد وآل محمد لكن هذه الأمة ضيعت حق نبيها وشتتوا أهل بيته وقتلوهم بعض بطيبة مدفون وبعضهم في كربلاء وبعض بالغريين وأرض طوس وسامر وقد ضمنت بغداد بدرين حلا وسط قبريني يا سادتي ألمن أنعاءساً ولمن؟ أبكي بجفنين من عيني قريحيني أبكي على الحسن المسموم مضطهداً أم الحسين لقن بين الخميسين أبكي عليه خضيب الشيب من دمه معفر الخد محزوز الوريد حضرت مولاتنا فاطمة روحي فداها عند الحسين فرأت حسينها صريعاً على رمضاء كربلاء بلا غسل ولا كفن ولا دفن سعد الله قلبك سيدتي فاطمة بني بني قتلوه وما عرفوا من جدك وأبوك بني حسين قتلوه ومن شرب الماء منعوه أنا تحيرت يحسي أن بمرك يوم الفجعن بيك دهر هيك جيتك من الجنة نظرك شفتك قلت لله صبر هيك وشوف الطفل نايم بكترك أنا لوالد ولقلب مجروح ودور عزب نوياً ماروح أواله يا ابن المهات مذبوح وراس على رأس السمهر إلوح وظلت عياء أهلي أبكر بهلة نوح الله يزهرها كم جنازة من بني نيج تبقى بالأموارا وشفتيها بعينيج والسبب كل من الذي أسقط جنينيج ورث علينا الهضوم والحسرات والنوح واحد على أحمام فوق الجسر خلوا واحد ثلثة يام فوق السطح تركوه وأما غريب الغاضر يبخيل داسو وشم طفل يام حسين برض الطف مذبوح الله يزهرش خلتيب قلبك مصايب سوى فجايع الدهار بشبهه الغالب أما المصيب اللي تخل للقلب ذايب سبي الحرام والرهوس فقر ما حتنو ولي أحد الضعايان بالله ما توني وحمام الدوح واني ما توني يا شكثا يا شبايان بالطايا ما توني وعليهم رفرف جناح المني يا إياي وعليهم رفرف جناح يا إياي يا إياي المني يا إياي بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا فارجعنا يا الله وعن إمام زماننا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب اللهم بسم الله الرحمن الرحيم أم من يجيب المضطر إذا دعاه اللهم بحق محمد وآل محمد شافي وعافي كل مريض لاسيما المنظورين يا الله قضي حوائجنا وحوائج المحتاجين ارحم أمواتنا بواسع رحمتك إلى وجه الله تعالى إلى شرف النبي وآله إلى من مات على الهدى والإيمان أرواح العلماء والشهداء موت الحاضرين والمؤسسين إلى روح والدي ووالديكم نودي للجميع ثواب الفاتحة معطرة بالصلاة على محمد وآل محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر